هذا وشهد اليوم الثاني من منتدى بوابة الخليج 2024 الذي يقم في مملكة البحرين جلسات إباشية شملت عددا من القطاعات المهمة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون دول الخليج العربية وقدم عدد من الوزراء والمسؤولون والمشاركون في منتدى طرحهم الهادف لاستكشاف الحلول والاستراتيجيات التي تعزز النمو والمستدام ومعالجة التحديات الاقتصادية الحالية تستمر فعاليات منتدى بوابة الخليج 2024 لليوم الثاني على التوالي إذ يمثل هذا المنتدى منصة مثالية للحكومات وقطاعات الأعمال لاستكشاف الحلول والاستراتيجيات التي تعزز النمو والمستدام ومعالجة التحديات الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية طويلة المدى في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي عندما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة مؤخرا في سبتمبر بأن البحرين كانت من ضمن أول خمس دول في العالم في استخطاب السياحة مقارنة بين عامي 2019 و2024 هي نسبة جيدة للسياحة في مملكة البحرين أي بزيادة 45% وهذا دليل على أداء مملكة البحرين نعمل على تحقيق أهدافنا السياحية الاستراتيجية ولكن نعمل مع القطاع الخاص للوصول إلى مؤشرات الأداء الرئيسية ويشهد اليوم الثاني عددا من الجلسات التي ترتبط بقطاعات مهمة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل السياحة ومستقبل التصنيع خليجيا والاقتصاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية والفورميلا وان والثروات الخاصة والمقترح الاستثماري وفقا للاستثمار الأجنبي المباشر ثلثة الاستثمارات في مملكة البحرين في الخدمات المالية وهذا جيد ما يعني أن رؤوس الأموال الأجنبية تأتي إلى المملكة ويستثمرون في البنوك المحلية على مدى أعوام ويستمرون في النمو ومن الرائع أن غالبية رؤوس الأموال في المملكة أي أكثر من نصفها أجنبية عندما نأتي للأعمال فالأعمال في قطاع الخدمات المالية تقوم بالدفع أكثر من ضعف المعتاد بالنسبة إلى القطاعات الأخرى و70% من الموظفين في قطاع الخدمات المالية هم من البحرينيين والفريد في ذلك أن البنوك تفضل توظيف البحرينيين لأنهم متدربون بحرفية عالية وهذه قوة نريد الاستمرار في بنائها ما يجب علينا التحدث به هو ما هي صناعات المستقبل كل دولة خارجية تعتم بهذا الشيء وكيف أقدم الصناعات في اقتصادي المحلي وكيفية توسعة قاعدات هذه الصناعات التحول من مستهلك إلى منتج أتوقع نحن في البحرين نتطلع للإنجازات والبحرين كدولة صغيرة فالأفضل لنا أن نستمر في تصنيع الألمنيوم إذا استثمرت بهذا الحجم في ألبا لماذا أصدر هذه الكمية من الألمنيوم ونحن قمنا بخطوات فلدينا ألياستر وهي شركة تابعة لممتلكات وقد بنت منشأة لها في المملكة وهي شركة أسبانية توسعت في مملكة البحرين باستخدام الألمنيوم وتحويله إلى منتج نهائي ولدينا مصانع أخرى مثل غلاكسكو وغرامكو وكينيكس للألمنيوم والتي تصنع أعمدة الألمنيوم ولكننا نريد عمل المزيد لتحقيق القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج فالألمنيوم هو معدن المستقبل نحن دعمنا الدول التي بدأت بتجشين سباقات الفرملاوين الهند 2011 والذربيجان في 2017 و2018 وكان كل فريقنا متواجد هناك لدعم هذه الدول وفي نفس الوقت قدمنا التدريب وهذا بالنسبة لي أهم النقطة وفي الحلبة يجب أن نستمر بما نقوم به ونجذب الجميع إلى هذه الحلبة وهذا تحدي لكن أنا لدي فريق رائع المنتدى من خلال تنوع مواضيعه وترابطها يسلط الضوء على أبرز إنجازات المنطقة ممثلة بمجلس التعاون بداية من التطورات التكنولوجية ووصولا إلى السياسات الاقتصادية المتقدمة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كبوابة للاستثمار في الخليج ويؤكد هذا المنتدى أيضا على الدور المحوري لدول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي